وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور فأيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إذا كنا نسافر ونودع أهلنا وذوينا وأحبابنا ونترك أموالنا ونتجرد من ثيابنا ويستوي فقيرنا وغنينا عند الحج فإن هذا يذكرنا بالسفر الطويل الأبدي سفروا لالتحاق بالرفيق الأعلى سفروا الموت حيث الذهاب بلا إعلام ولا إعلان حيث الذهاب بلا رجوع لا إلى أهل ولا إلى وطن ولا إلى أولاد ولا إلى مال ولا إلى منصب ولا إلى شهوات ولا إلى ملذة فأيها الحبيب يا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة يا عبد الله ويا أمط الله إذا كان كل واحد منا يتمنى الذهاب إلى الحج وإذا قدر الله له ذلك ويستر الله له أسباب ذلك فإنه يعد للرحيل عدته وهو فرح مستبشر وأهله فرح وهو يلبي خالقه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولسان حاله يقول يا ربي هأنا قادم إلى بيتك المحرم مستجيب لنداء نبيك إبراهيم عليه السلام تذكر يا عبد الله وتذكري يا أمط الله أن كل واحد من الخلائق سينادي على روحه ملك الموت وسيشتجيبون له طوعا أو كرها تاركين وراءهم أموالهم وأبناءهم ونساءهم ووطنهم وعشيرتهم ومناصبهم وجههم يقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عنايته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إياكم والغفلاء عن الموت وليذكركم الإحرام بالأكفان وتذكر يا أمة الله بإحرامك الكفان يقول الله تعالى وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أي طلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة أي صرف الدنيا فيما ينفعك من الآخرة اصرفها على المحتاجين من المسلمين ولا تصرفها في التراب والطين والماء والتجبور والبغي ولا تنسى أنك ستترك الجميع إلا نصيبك من الكفان تخيل أنك ستأخذ من فراشك إلى لوح المغزال وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران وبكى عليك الأصحاب والإخوان إذا كنت الآن يا ابن آدم تحمل على متن السيارة مع أهلك ويدعونك في المطار وقد غيرت النقود وحملت معك المتاع واغتسلت ولبست الإحرام وودعك أهلك وهم بين الحزن والفرح فرحين بذهابك إلى الحج ويحزنون لفراقك كيف يكون حالك يا عبد الله ويا أمط الله عندما تخرج روحك وتذهب قوتك ويزول جاهك ولا ينفعك من صيبك ويكفنونك في ثوب أبيض أرخص من الإحرام ويحملونك على خشب بال لكثرة ما يحمل عليه الأموات ويسري خبر موتك بين الناس كيف يكون حالك ترجمة نانسي قنقر